بأسعار استثنائية قبل الخوض في تفاصيل الخبر نتمنى من الله يعجبكم محتوى القناة تغطوا على زر الاشتراك والجرس بجدائما توصلوا بجديد القناة ورجعوا الموضوع عنه كشفت شركة الخطوط الجوية الملكية اليوم الأحد 27 فبراير الجاري أنها خصصت رحلات جوية استثنائية من أجل إعادة المواطنين المغاربة العالقين بأوكرانيا وبحسب بلاغ صادر من لارام فإنه بالتشاور مع السلطات المغربية خصصت شركة الخطوط الجوية الملكية رحلات جوية خاصة لصالح الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا والتي تتألف بشكل أساسي من الطلاب وأكد المصدر ذاته أنه بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني ستبرمج الشركة الوطنية رحلات جوية بأسعار استثنائية من البلدان المجاورة للحدود مع أوكرانيا وسيتم تشغيل ثلاث رحلات ابتداء من يوم الأربعة جوج مارس انطلاقا من بخاريس رومانيا بودابست المجر وأرسو بولندا في اتجاه مطار الدار البيضاء بسعر ثابت وصفة بالاستثناء هو 750 درهم شامل الضريبة مؤكدة أن هذه الرحلات محجوزة حصريا لفائدة المغاربة المستقرون في أوكرانيا وأفراد أسرهم يذكر أن العشرات من الطلبة تمكنوا من مغادرة أوكرانيا من خلال عبور حدود الدول المجاورة لكل من هنغاريا وسلوفاكيا وبولونيا بناء على توصية الصفارة المغربية بأوكرانيا التي أحدثت خلايا استقبال لاحتواء المغاربة بتنصيق مع وزارة الخارجية أيضا